تدريجياً صعد رئيس جبهة النضال الوطني نائب وليد جونبلاط مواقفه ضد النظام السوري فساءت العلاقة بين المختارة داعم للثورة الشعبية ودمشق النظام حتى انقطع الاتصال بين الطرفين إلا أن رسائل الاستياء لا تزال تمرر عند كل فرصة يظهر أن البعض قد تضايق من هذا الكلام ونحن في بلد ديمقراطي لن نحق أن نعبر عن ما نراه حقيقة ونؤمن به بالموضوع الداخلي هل وصلت رسالة من سوريا إلى وليد جونبلاط؟ كان هناك أصوات طلعت عنها في لبنان تنتقد لا نعوّل عليها ومن سوريا؟ أصوات في إطار الواقع السوري ببيئته فعبرنا بشكل واضح مع كل الثورات العربية وليد جونبلاط ذار ليبيا أول زائر عربي بعد انتصار الثورة ذار القاهرة وذهب إلى ميدان التحري هل سيزور سوريا قبل سقوط النظام؟ لا أعتقد ذلك اليوم العلاقة مع سوريا مع النظام السوري هي العلاقة ممتازة مع الشعب السوري عندما تصلحنا تصلحنا مع سوريا سوريا هي نظام وشعب حينما صار الصدام بين الشعب والنظام نحن مع الشعب بتأكيد يعني ما في زيارة لسوريا أبواب سوريا موسدى بوجه النائب وليد جونبلاط أو نائب وليد جونبلاط لا يريد زيارة سوريا؟ لا أعتقد أنهم سيواجهون دعوة ولا أعتقد أنهم سيذهب في هذا الضرف في ظل هذه المتغيرات هل بدأ جونبلاط يعيد النظر في حساباته السياسية؟ وهل يعود مجددا إلى صفوف 14 أذار؟ أم أنه ليس في وارد الخروج من الحكومة لأن البديل غير متوافر حاليا؟ باختصار أين التموضع الجونبلاطي اليوم؟ وليد جونبلاط حيث هو هو خرج من 14 ولم ندخل إلى 8 أذار وكان هذا الدور الوسطي مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس بمجلس وزراء وما نذل بهذا الموقع نعمل جاهدين على حماية مسيرة السلم الأهلي أي حكومة أفضل من اللاحكومة حتى لا ندخل في المجهول السياسي والمجهول الأمني أي فراغ سياسي سيؤدي إلى فراغ أمني نحن نؤمن أن المؤسسات يجب أن تبقى في لبنان وعلى رأس مجلس وزراء ثم تم يقول أن الرادارات الجونبلاطية تسبق الجميع في التقاط الإشارات الإقليمية والدولية ولمن يريد استشراف المرحلة المقبلة ليس أمامه إلا ترقب الخطوات المستقبلية لسيد المختارة